القاعدة رقم 8 خلينا نفتكر الإيجابيات ونقول الإيجابيات قبل السلبيات هو أخطأ بس أكيد كان عنده حتة حلو فلما تذكر جانب الصح اللي عمله يتقبلك الآخر يتقبر حتى النقد اللي انت بتقوله طالما مهزة ويصحح الخطأ اللي عنده آه ويشعر ده أنصفني وقال كذا وقال كذا فيتقبل الكلام اللي انت هتقوله والصواب آه يعرفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل سيدة حافظة بتقوله الله بعدها ما كانش بينام من الليل إلا قليلا مدحه قبل ما يعمل الفعل لما بتعمل عمل وتحقق فيه نسبة نجاح 30% وأنا أجي أسني على العمل مش على الشخص على العمل والفعل وأطلب منك تصحيح حاجة شوية عشان بدل ما يبقوا 30 يبقوا 90 تعمل كده تتبنى الفكرة تسع قعدة قوعة تتتبع العورات تمام ملكش انك تقوله تفحفر على الخطأ اللي قدامك عشان نجيب عدسة مكبرة كده بتعمله ايه وتفتش على الخطأ خطأ مش ظهر ده خطأ خفي وتصحح الأخطاء اللي موجودة وتفتش عن الأخطاء الخفية عشان تصلاحها بالمر تفسد بكده القلوب وأصن الشارع الله عز وجل يعني انها عن الكلام ده انك تتبع العورات حديث ثوبان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروا ولا تطلبوا عوراتهم فانه من يطلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحوا في بيتي حديث تاني انك انت تبعت عورات الناس أفسدتهم أو كتة تفسدهم خلاص بقى مش الهصة اللي طالع على الأيام دي يا صلى الله عفو العافية القعدة رقم عشرة أحسن الظن أول حاجة خلي دايما افتراض الخير واحسن الظن واستفسر الخطأ الده جاءت جايلي مع أحسن الظن وتسبت ده حقيقي ولا لا فلما يجيلك انه فلان عمل غلط تسبت يعني استفسر هو انت عملت كذا واسأله هو ممكن هو لوجة نظر انت مش ياخد بالك منها انت كده بتديله معنى انا باحترمك انا بقدرك حتى هو بطريقة التعامل معاه عارف انت عايزة اقولك ايه تحسسه انه غلطات بالطريقة كده وفياخجال او يقول تقول والله لا مثلك ومثل عقلك لا يرقل الخطأ ده أبدا ان شاء الله صحي كذا كذا وانا أزعم ان انت تقدر تعمل الأمر ده او تيجي تقوله بيقوله انك عملت كده انا مش مصدق أصلا عمري ما صدق ان حاجة زي كده تطلع مننا زي مين زي سيدنا عمر رضي الله عنه لما قال يا أبا إسحاق زعموا انك لا تمشي للصلاة وعايز يقوله روح للصلاة يا عمري هما بيقولوا كده كان عمري ما صدق فيك كده هاي فيه الأسليب نفسي تكتبوا الجمل دي تحفظوها كده بقعدة رقم 11 امدح على القليل امدح الفعل ولو قليل عمل سواب وحاجة صحة قليل امدح فيها ونشجعوا ده اللي هم نقوله في أسليب التربية الناس اللي في السرك بيجوا يعملوا ايه مع الحيوانات عشان يروضوها نجحوا في تروضها بايه اه اي حيوان كبير وشارسه مش عارفة ايه ده رب عمل عمل فيعملوا فيقوموا جاي ايه يدي له تحفيز قطعة لحمة مثلا ولو هو عمل وأنجز الأمر ده يقوموا جايين عاطينه قطعة اللحم فيقوموا جايين عاملين طلب تاني منه ها معا انه حقق نسبة صغيرة خمسة في المية يدو كمان وبعدين يدربوا على حاجة تانية وينجح فيها فجاب عشر في المية يعطوه كمان ليه أنا بعطيك دلالة على إني راضي عنك ويكرر بقى يكرر العملية مرارة ومتكرارة لحد ما تيجي نسبة النجاح نسبة عالية جدا جدا ويوصلوا بالدرجة اللي هم عايزينها عشان يوصلوا بأعلى درجة هم عايزينها فده نجح مع الحيوانات أعزاكم الله ننجحش معانا احنا الإنسان والله تنجح التحفيز التحفيز التشجيع انت الله عز وجل خلقنا كمخلوقات تتمتع بالعقل فلما جي حفزك عشان تتجنب الخطأ هتاني وهتستجيب لما تيجي تربي ابن على حب الكتاب وتجيب له مرة وتدربه ويقرأ صفحة وبعدين تدير وتسنع عليه وتقول يا ده انت قلت كذا قضى اللي كان في الكتاب بس مجرد السناء ذات نفسه على حاجة بسيطة عملها وانجاز حلو يستمر ويكتر